تحطيني تسجيل أهلي إنت قلت تمشاط غير الطريقة تسجيل أهلي الأمثل لبداية الموسم ما أنا أتوقعه هو في مطش الإسماعيل أو الذي그� Truman تراني عليه في مطش الإسماعيل ففي مطش الإسماعيل هو أحيب علي لطفي ولكن طبيعي إن est将colalah hydrogen هو الحارس الأول أقرم اللي سيلعب في مطش الإسماعيل أنا أتمنى النهاني الخليف علي آيمن هذا مجموعة اللي سيلعب في غطة Racing Juli minute pyro توقعاتي أنا أن تاو هيبدأ أساسي بس ميكسوني هيريح هيقعد على البكة وحسين هيلعب هو وتاو وهيلعب قدامهم محمد شريف ده التوقع ده التوقع وماتش الإسماعيل التشكيل الأمثل على مدار الموسم من وجهة نظرك اللي هيطلع أقوى صورة وأقوى نسخة للنادي الأهلي شناوي محمد هاني علي معلول بدر متولي عندما يجهز إن شاء الله يرجع بالسلامة ديانج عمر السلية محمد مجدي أفشا حسين الشحات شمال برسي تاوي يمين وحسام عزم طب تكلمتش عن المواجهة الإسماعيلي وإزاي بتشوف المواجهة نحن بابتدين المواجهة نارية الأهلي والإسماعيلي دربي من دربيات الكرة المصرية متوقع إيه شكله أداء الإسماعيلي شايفه إزاي ظروف سبعة الموسم وإنطلاقت الأهلي في الموسم الجديد أنا عندي توقعات إن الإسماعيلي هيمر بأزمة تقريبا شبه الموسم اللي فات لأن الإسماعيلي بدأ الموسم اللي فات بشكل ونهى بشكل تاني مع إيهاب جلال بدأ بشكل وبطريقة وكمل بعد كده بشكل وبطريقة تانية في نص الموسم لما حاول يسعد مجموعة ناشئين ونهى مع الكابتن إيهاب جلال بشكل مختلف تماما وبطريقة مختلفة وبأسلوب مختلف فأنا عندي إحساس إن اللي حصل ده مع جودة اللاعبين اللي موجودة في الإسماعيلي مش هتخلق أحسن حاجة للإسماعيلي مع عبدات الموسم بس الإسماعيلي بيجي قدام الأهلي وبينسى كل الحاجات دي يعني تبقى مواجهة الأهلي والإسماعيلي بالنسبة لفرقة الدرويش بطورة هما بيجوا قدام النادي الأهلي بصرف النظر عن ترتيبهم إيه في الجدول بصرف النظر عن ظروفهم إيه مقدمات ما قبل المباراة إيه بيقدموا أحسن وأقوى أداء لهم على مدار الموسم كله بطورة إسماعيلي لو بتلعب قدام فرقة الدوري كلها زي ما بتلعب قدام الأهلي هتنافس مع الأهلي في زمانك لا لا أنه أنت بتسيب يعني أنا أسف بس ده لأن أنت بتسيب مساحة لده أنت نازل عارف أن ده ماتش ديربي ده مش ماتش زي أي ماتش فأنت كلاعب لازم تكون مهيئ أنت كمدير فني لازم تكون مهيئ أن أنا لو ببزل في معظم الوقت سبعين ثمانين في المئة من طاقتي لا أنا نازل عامل مئة وعشرية ليه لأن أنا عارف أن المنافس هيعمل مئة وعشرية فإحنا اللي اتنين لو تحطينا على نفس السكيل بتاع الروح الكتالية هنوصل لمرحلة أن ساعتها الفنيات هتحكم والفنيات فرق الجودة كبير بين الأهلي والإسماعيلي مواجهة سهلة من وجهة نظرك بالنسبة هذه الأهلي لا ما فيش مواجهة سهلة كنا قلنا الكلام ده قبل مارش الجيش فيش مواجهة سهلة في الآخر الكرة في الآخر 11 لعب في الآخر فيه توفيق بس قبل كل ده فيه شغل لو أنت اشتغلت كويس قوي على الفرقة اللي أنت هتلعبها وعرفت الفرقة اللي أنت هتلعبها أي مميزاتها وإيه عيوبها واشتغلت على ده وحفظت لعبتك واشتغلت معاها فيه أمور كتير زي الروح الكتالية أنا آسف مش هكون لها قيبة ليه لأنه خلاص أنت بتشتغل فني في الملعب فأنا شايف أن جزء هيقع على مسلماني وجزء هيقع على اللعيب أنها تكون مدركة قيمة أن دي مباراة الأهلي والإسماعيل طيب